اشتركوا في القناة اليوم هناخذوا تقديمه على الفاعل شن هيقعد الترتيب هيقعد عندي الفعل زايد المفعول بعدين الفاعل هيقعد المفعول متقدم على الفاعل فقط اول مثال عندي ولقد جاء الى فرعون النذر لو تب تركز هنا في الجملة الفعلية جاء فعل ماضي الى فرعون الى هو المفعول به فرعون هنا مضاف اليه الى فرعون كلها هنا نقوله عليها انحنا مفعول النذر هذا هو الفاعل انت تخيل معايا الجملة ترتيبها الاصلي لو نبو نقرأها صح نقدر نقوله لقد جاء النذر الى فرعون النذر هنا اللي جان المن الى فرعون بالنسبة للمثال التاني ركز معايا في الامثل ونشرح بعدين شنا حكم هن من حيث الجواز والوجوب تاني مثال شكرت يحيا ليلة شكرت حط عليه خطين التهذية شكرت يحيا ليلة هن هذين اتنين ممنوعات من الصرف ما فيش قرينة تبين لي هذا من هذا فهنا عندنا قرينة اللي هي التاء التانيث الساكنة اللي هي المنو الليلة معانا ليلة هنا هي الفاعل كأنك تقول شكرت ليلة يحيا ليلة عدت شكرت يحيا ايوة بالنسبة لتالت مثال خاف ربه عمر خاف ربه عمر هنا عمر هو اللي خاف من الله عز وجل وانت تقدر تقول خاف عمر ربه خاف عمر من ربه مثلا لو تب تجيب المعنى الصح فهنا في التلات حالات الاولى يجوز تقديم المفعول به يركز يجوز تقديم المفعول توانحنا في المثالين الاخرات في المثالين هذين الاخيريات طبعا هنا يجب حتى نقولكم ليش بالنسبة للمثال الرابع فيه جملتين فعليات وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب بأول وحدة وكلوا التانية رزقكم كلوا هذي حولوها ما عند ناس فيها مش مستحقين بالنسبة لرزقكم رزق فعل ماضي كم هذي ايش كم هذي المفعول به الله عز وجل هو الفاعل كأني نقول رزق الله اياكم شيكي فكي هذا ضمير مخاطب انت تخاطب في ناس رزقكم الله كأني نقول لو تبي جيب الترتيب الصح رزق رزق الله اياكم مثلا او شيكي فكي بالنسبة للمثال الاخير يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لهي ينفع فعل مضارع الظالمين هنا المفعول به معذرتهم هي الفعل كأنك تقول لا تنفع معذرة الظالمين يوم القيامة لا تنفع معذرة الظالمين بالنسبة للخلاصة وانا نشرح نقل الخلاصة وفي نفس الوقت نشرح عالي الأمثلة قال لك أول شيء في الخلاصة يجوز تقديم المفعول به على الفاعل إذا لم يوجد لبس بين الفاعل والمفعول كيف لم يوجد لبس ونحن أسبوع اللي فات خذينا المثال اللي قبل شوية قدتها امتاع حدث موسى عيسى بالنسبة للمثال هذا فيه لبس انت ما نكس عارف ما اللي حدث الآخر هنه اثنين ممنوعات من الصرف وما ما فيش قارينة تبين لك ما فيش مثلا تال فاعل أو تال تأنيث الساكنة أو مثلا هنه اثنين معربات عشان أنا نعرف وين المنصوب وين المرفوع فهنا قال لك هذا اللبس لما يكون عندي لبس نمشي بالترتيب الطبيعي فعل فاعل مفعول به بس لما يقعد ما فيش لبس زي مثلا أول مثال ولقد جاء ولقد جاء هي طبعا هذي قلون فا تنقرى ولقد جاء بس حفصه رواية الأخرى يقول ولقد جاء آلى فرعون النذر هنا جائز التقديم وليس ولا يجب هو لو قلنا ولقد جاء النذر آلى فرعون عادي عادي ما فيش اي مشكلة بس شنو تقدم تقدم المفعول به جوازا على الفاعل ولقد جاء ولقد جاء آلى فرعون النذر آلى فرعون هنا هذا هو المفعول به المثال اللي تحت الثاني نقطة في الخلاصة إذا وجدت قارينة تميز الفاعلة من المفعول كيف قارينة؟ تو عندينا هنا في المثال الثاني طبعا هذين الثنين نفس نفس يحيا ونفس عيسى وموسى نفس المثال امتحدث موسى عيسى بس ايش؟ هنا جتني شكرة يحيا ليلى جاني مذكر مؤنث عندي قارينة لو جتني شكرة يحيا ليلى لكان الفاعل هو يحيا بس شكرة يحيا ليلى هنا شنو؟ ليلى هي الفاعل كأنك تقول شكرة ليلى يحيا يحيا هو اللي ايش؟ هو اللي مفعول به هذه عندي قارينة من القارينة ثالثة نقطة في الخلاصة قال لك إذا اتصل إذا اتصل بالمفعول به ضمير يعود على الفاعل كيف الكلام هذا؟ ثالث مثال خافة ربه وعمر وين المفعول به؟ اللي هو رب عز وجل هنا المفعول به اتصل فيه ايش؟ اتصل فيه ضمير يعود على الفاعل الضمير يعود على الفاعل اللي هو عمر الها هذه تعود علي عمر الضمير المقدم وهذا الشيء جائز حتى هو خافة ربه وعمر كأنك تقدر تقول خافة عمر ربه وعادي ما فيش مشكلة بالنسبة للمثالين الاخرات يجب تقديم المفعول به ولا يجوز يجب تو نقرؤ قال لك يجب تقديم المفعول على الفاعل إذا كان الفاعل مجتملاً ضميرين يعود على المفعول به الهم هذي ايه اللي لاصقه في المعذرة تعود المن المن ترجع يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم الهم هذي تعود على الظالمين وكأني نقول يوم لا تنفع معذرة الظالمين ليش حولت الهم لأني قدمتها في مكانها رديتها في مكانها فإذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به يتقدم المفعول به وجوباً ضروري يتقدم ضروري يجب ولا يجوز يجب أيوة بالنسبة للآخر نقضة في الخلاصة قال لك إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً بالفعل كيف بحث في المثال الرابع وركز طبعاً عندي زمتين فعليات بس سننبه هذا هيا رزق لكم الله هذي اللي تركز لي على رزق فعل ماضي كم هذا المفعول به الله عز وجل هو الفعل الكوم هذه ضمير متصل ولا لا ضمير متصل في الفعل لما يتصل المفعول به يكون ضمير ويتصل في الفعل ولا يتصل في الفعل يتصل في الفعل لو تتصلي في الفعل هنا أرى بس هنا اتصل في الفعل هنا طول نعرف تقدم المفعول على الفعل وزوباً ضروري ونا معندش معندش زي ما تقول الضمير يعود عليه مثلاً زي معذيرتهم تول هم هذي أهيه تعود على الظالمين هن أي قابلها بكلمة بس الكم هذي ما فيش ما تقدرش ترد من هنا هذا ضمير مخاطب أنا قاعد ندوي لك أنا قاعد ندوي معاك ما نقدرش نحط اسمك هنا ما نقدرش مثلاً في الآية نقول وكلوا يا أيها الناس مما رزقكم هذا ضمير مخاطب هي يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا ذكرت من قبل ذكرت ممكن في بداية الصورة في نص الصورة في الآية اللي قبل هذه بس ما جتنش في صياغ الآية نفسها وكلوا مما رزقكم الله رزقكم طول الكم هذي عربها مفعول به ضمير متصل في محل نصب المفعول به والله عز وجل هو الفاعل المؤخر ونكون اليوم اللي عندنا كملنا والمحاضرة الجاية إن شاء الله نشرح تقديم المفعول على الفعل وأي أسئلة ممكن تعقبوها لنا في الكومنتات السلام عليكم ورحمة الله